كذلك الجانب الحلال والحرام أصول الحلال والحرام ما يمكن أن الزنا سنبيحه مثلا بدعوة أنه حب أو صداقة أو كذا أو أن الخمر نبيحها بدعوة أنها مشروبات روحية أو شراب الراحة كما كان يسمى هذه أصول في الحلال والحرام خلاص الأجمع أهل العلم على أن من أحل حراما مجمعا على تحريمه فقد كفر ومن حرم حلالا مجمعا على حله فقد كفر هذه أيضا من الثوابت التي لا يعتريها تجديد